لذا السلم والحكمة أهلا بكم مشاهدينا في أولى محطات حلقة الليلة برنامجكم من عمان كما نعلم في هذه الفترة يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بداية عام هجري جديد وهو عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه للهجرة معاني ودروس وعبر كثيرة إذا تدبرها الإنسان أو الفرد سوف تنعكس على حياته إنعكاسا إيجابيا تفاصيل أوفى برفقة ضيفي الكريم أرحب باسمكم مشاهدينا بالأستاذ سلطان بن سعيد الهنائي وهو المدير العام للوعد والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساك الله بالخير أستاذ سلطان حياكم الله في برنامج من عمان وكل عام وأنتم بألف خير بارك الله فيكم مساكم الله بالسرور وبالنور في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل وهي أولى ليالي هذا العام الهجري القديد المملوء بإذن الله عز وجل باليمن والبركات وبالخير الذي يأمله الإنسان دائما استفتاحا بهذه البشارة المباركة اللهم أمين يعني أستاذ سلطان كما نعلم بأنه اليوم نسائم الهجرة ذكرياتها عبرها ودروسها جدد في كل عام يمر علينا كدول إسلامية وعربية بداية نريد أيضا أن نعطي المشاهد الكريم كذكرة كلمحة عن هذه الهجرة النبوية الشريفة بشكل عام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحن لا شك عندما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة فإن لذلك الكثير من المعاني التي لا تغيب عن أذهان المجتمعات المسلمة التي استقرأت سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة حدث الهجرة لكونه ارتبط بتاريخنا وارتبط بأن كثيرا من حياة الناس ترتبط بهذا التاريخ وبتفاصيله وبأشهر نعم وكثير من مواسم العبادة كذلك ارتبطت بأشهر السنة الهجرية المباركة حدث الهجرة نعلم بأنه لم يكن حدثا استثنائيا نعم كان في ظاهره في بداية الأمر أنه حدث فراق وحدث عوائق وإشكالات وعقبات نعم واقهها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن كما يقال في بطن الشر يكمن الخير ومن العقبات أيضا ينبلغ الفقر والصبح والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جاهد كثيرا في سبيل إضاح رسالة الخير ورسالة التوحيد وكذلك الأمن والأمان الذي ينطوي عليه الإسلام والإيمان الذي جاء به من الله عز وجل ولكن لا شك أن كل جديد ربما وكل تغيير قد يواقه بعض العقبات والصعوبات في بداية الأمر ولكن عندما يكون صاحب الرسالة ثابتا ويدرك الأبعاد التي أتى لأجلها ويسعى لتحقيقها فإنه لا شك سيتغلب على تلك العقبات فكيف وإن كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الممدود بوحي الله عز وجل الذي تقف معه ملائكة الرحمة ويعزز كذلك بوحي الله تبارك وتعالى في كل تصرفاته وفي كل حركاته وسكناته ودعوته التي جاءت خاتمة لرسالات السماء ولرسالات جميع الأنبياء والمرسلين نعم يعني أستاذ سلطان تبع اليوم الهجرة النبوية نجد أن هناك ثوابت في قرار الهجرة النبوية نتحدث عن هذه الثوابت والمبادئ بشكل أيضا عام نعم نحن عندما نستقرئ هذا الحدث سنجد أن حبيبنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرخ العام الهجري بواحدة من أهم الأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام والتي أيضا كانت تصرفا شخصيا بوحي من الله عز وجل قام به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن الثابت الذي لم يتغير هو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد تحرك من بقعة إلى بقعة أخرى ومن المكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلا أن ثوابته التي يدعو فيها إلى الله عز وجل والرسالة التي جاء بها والحق والعدل الذي جاء لنشره رسالة الإسلام التي جاء أيضا مبعوثا بها من رب العالمين لم يتنازل عنها وإنما كان ثابتا فيها مبادئ القيم والأخلاق وحب الوطن والتعلق بمكة وإن كان قد فارقها لكنه أيضا لم يتنازل عنه يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أنه التفت إلى مكة فقال أما إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجون ما خرج هذا يدل على أن قلبه عليه الصلاة والسلام كان معلقا بتلك البقعة التي ولد فيها وترعرع فيها ونشأ وقضى أغلب حياته فيها كان عمره عندما هاقر قرابة 53 سنة فهو يفارق تلك البقعة والتي بدأ وحي الله عز وجل عليه فيها ليس أمرا سهلا ولكن ذلك أمر نجد أنه قد كان يأخذ جانبا مهما من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك كما ذكرت في مقدمة الحديث بأن في باطن الشر قد يكون الخير عاد فاتحا لمكة المكرمة بعد ثمان سنوات فقط من خروجه منها لينشر فيها الإسلام والتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ويجعل تلك البقعة أرضا مباركة بأمر الله عز وجل يقصدها الناس اليوم في سلام وأمان لأكثر من 1442 سنة أثارها باقية وخالدة على هذه الأرض أيضا أستاذ سلطان نتبع هناك قيم إنسانية هناك شجاعة صداقة أيضا خالصة هناك نتحدث أيضا عن مهارة التخطيط الجيد للأمور اليوم نحن كشباب أيضا كيف ممكن أن نستسقي هذه المهارات هذه القيم من هذه السيرة العطرة أو هذا الحدث التاريخي والمرحلة الانتقالية المهمة في عالم الدين الإسلامي بشكل عام نعم الجميل عندما نتأمل في كل شيء يتعلق بنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فإننا سنجد أنه لم يكن يقوم بالأمور بشكل عفوي وعشوائي وإنما كان يخطط كان يفكر كان يدبر الأمر في أدق التفاصيل كان يعتني في حركته بأنه مشرع وبأن ما يتصرفه سيكون أيضا متبوعا فيه عليه الصلاة والسلام ومقلدا فيه لذلك لم يفعل كما هاجر بعض الصحابة كفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أشهر وأعلن خروجه لمشرك مكة بينما النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ منهجا آخر منهج الهدوء ومنهج الترتيب في أدق التفاصيل والتخطيط لخروجه لأنه لا يفعل ذلك لنفسه فحسب وإنما يفعل ذلك تشريعا لأمته إلى أن يرث الله عز وقل الأرض ومن عليها لذلك دبر من يكون معه في رحلته فاتخذ خليله وصاحبه أبا بكر الصديق ليكون رفيقا له في دربه فالإنسان بطبعه في أي مجال من مجالات الحياة لا يستطيع أن يكون مفردا نعم وإنما هو قوي بالآخرين هو قوي بمن يستعين بهم فلذلك يستعين بالأمناء بالصادق الأمين جبريل أبا بكر الصديق رضي الله عنه استعان أيضا سخر طاقات الشباب فعلي بن أبي طالب الذي كان ابن عمه وكان قريبا منه وعاش في كنفه صلى الله عليه وآله وسلم أوكل إليه مهمة تحتاج إلى نوع من الحماس نعم وتحتاج إلى نوع من التضحية والتضحية في سبيل رفعة القيادة وحمايتها والذود عنها لذلك بقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم والتحف ببردته وبقي كأنه ليوهم المشركين بأن النبي لا يزال على فراشه هذا التصرف يدلل على أن القيادة كانت تدرك على أن للشباب أيضا طاقاتهم وقدراتهم الذين لابد أن يفتح لها المقال وتسخر لها الإمكانات للمشاركة في العمارة والبناء نعم وعندما انطلق كذلك يعني استعانى بالمرأة فأسماء عليها السلام ذات النطاقين سميت بذات النطاقين لأنها شقت النطاق الذي كانت المرأة العربية تضعه في منتصفها لأجل أن تعلق به الطعام الذي كانت تخرج به إلى غار ثور للرسول صلى الله عليه وآله وسلم و لأبيها هذا الدور ربما لا يستطيع أي شخص أن يقوم به لذلك أوكل إلى هذه المرأة التي أثبتت كفاءتها في أداء المهمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه الاعتبارات حتى الرجل البسيط الذي كان يعمل في رعي الأغنام أيضا استفيد منه وسخر أيضا و أعطي مجاله في هذه الطبعا السانحة الإلهية التي أمر الله تبارك وتعالى بها و هي حدث الهجرة المباركة نعم كل ذلك اجتمع لأجل أن يخرج أعظم خلق الله عز وجل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي تنورت بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أضفي على ذلك المكان من البركات و من النفحات الإلهية و الربانية بوصول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيها لينطلق بعد ذلك شعاعها و أنوارها إلى مشارق الأرض و مغاربها و يكفينا شرفا أن الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملوك عمان جاءت من المدينة المنورة لذلك الرباط بتلك البقعة المباركة خاصة لأهل عمان هو رباط مقدس و مخصوص أيضا كان ضمن خمس رسائل كبرى أرسلها النبي عليه الصلاة و السلام لأكبر الحضارات و الممالك القائمة في ذلك الوقت نعم و هذا يدل أيضا على عراقة عمان و أصالة عمان في ذلك الوقت أيضا سلطان نتحدث عن الثمار بلا شك هناك ثمار كبيرة لهذه الرسالة رسالة النبوية نتحدث عنها في هذا المحور نعم نحن عندما نتذكر بداية قول الله تبارك و تعالى في تسطير هذه الحادثة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن نعم إن الله معنا ننظر من الثمرات فأنزل الله سكينته عليه و أيده بجنود لم تروها و جعل كلمة الذين كفروا السفلاء و كلمة الله هي العليا هذه الآية الكريمة تبين لنا كم من الثمرات التي خصت بها هذه الأمة لأن كل ما خص به النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو خصوصية تكتسبها هذه الأمة باعتبار تبعيتها له عليه الصلاة و السلام لذلك نجد أن الله تبارك و تعالى أنزل السكينة هذه السكينة التي نحن بحاجة إليها في كل مجتمعاتنا في كل تفاصيل حياتنا إذ لا تدخل السكينة فردا و لا أسرة و لا مجتمعا و لا بلدا إلا حل فيه الأمن و الأمان و عمه السلم و السلام هي أعظم العلاقة مع الله تبارك و تعالى لذلك عندما يكون هذا الإنزال من الله عز و جل يكتسبه النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم ثم تخص به هذه الأمة من خلال عبادتها و من خلال أخلاقها و قيمها من خلال مبادئها و ثوابتها من خلال علاقة المرء سواء كان فردا أو أسرة أو مجتمعا أو أمة بالله تبارك و تعالى فإن هذا الثبات يعود على الأمة دائما بخير كثير نسأل الله الثبات في عمان الخير دائما و أبدا تحت ظل القيادة الحكيمة أنا أشكرك على هذا الحديث الماتع اليوم أستاذ سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعد و الإرشاب بوزارة الأوقاف و الشؤون الدينية شكرا جزيلا لك الشكر لكم و نحن نسأل الله تبارك و تعالى من خلال هذا اللقاء المبارك أن ينعم على قلالة السلطان هيثم بن طالق المعظم حفظه الله و رعاه و وفقه لكل خير أن ينعم عليه بالأمن و الأمان و أن يجعله كذلك ذخرا لهذا البلد الطيب المعطاء و لأهله و أن يشمل عموم المسلمين و كذلك سائر الناس في هذه الدنيا بيئة الخير و الألفة و الوئام إنه ولي ذلك و القادر عليه اللهم آمين إذن مشاهدينا نسأل الله سبحانه و تعالى أن يديم على عمان و سلطانها المفدة كل الخير و البركات و عليكم جميعا أيضا كل هذا المفردات الخير و البركة بعد الفاصل بإذن الله مشاهدينا هناك أيضا متابعات أخرى في حلقة الخميس من برنامجكم من عمان ابقوا معنا اشتركوا في القناة